يعني شايف فوز الأهلي إزاي؟ يعني مبارح إحنا شوفنا فوز كبير للنادي الأهلي 3-0 ما شاء الله في النوكاوت سننادي الأهلي هو ما دخلش فيه ولا جول الله أكبر فهل ده معناه أن الأهلي كده خلاص يعني في النهائي مؤهل أن هو يفوز حكي لنا أكثر يعني العنوين كلها بتقول إن الأهلي وضع قدم في نهاية دورة عطال أفريقيا أنا من وجهة نظري والأهلي راح خلاص دوري نهاية دورة عطال أفريقيا ليه؟ لأن إحنا بنتكلم عن ديربي مصر تونسي بيقام كتير المباراة كانت رقم 19 بينهم في دورة عطال أفريقيا الأهلي كسب الترجي أكتر من مرة لكن نتيجة 3-0 دي عمرها ما حصلت إن الأهلي يفوز على الترجي في تونس 3-0 دي ما حصلتش قبل كده فهل نتيجة فريدة من نوحة فبمستوى ممتاز بنتيجة بتعبر عن المستوى الأهلي حقق أفوزه كان ممكن يحقق أكتر من كده كمان ظروف المباراة ساعدت الأهلي بشكل كبير التوفيق بيحالف المكتهد والأهلي كان مكتهد جدا جدا خصوصا في فترة النوكاوت فترة الأدور الإقصائية إنه بيواجه الرجال البيضاوي بيفوز عليه في القاهرة وبعكية بيتعادل في المغرب والرجال البيضاوي أمام جمهوره الكبير كانت مباراة الأهلي مشاه زي ما هو عايز مباراة العودة بالذات مبارح مواجه الترجي الترجي كان برضو عنده بعض الغيابات المؤثرة مع غياب الجمهور مع استعداد الأهلي والدوافع الكبيرة بعد فوز الأهلي بالذات بمطولة كأس السوبر كانت مباراة قوية جدا وإننا دي بيرامدز كانت في الإمارات فدوافع كتير دوافع متناقضة ما بين الأهلي والترجي فصاحب الدوافع القوية استثمر ده بشكل أقوى قدم مباراة كبيرة ناحية الثانية الغيابات وغياب الجمهور والعقوبات من الاتحاد الأفريقي على إدارة الترجي بسبب ما حدث في مباراة شريبة القدائل في دور التمانية فده ساعد الأهلي بشكل كبير غير الأداء اللي احنا شفناه مبارح والتهديف اللي بدأ من أول خمس زي النواية الهجومية الواضحة من الأهلي واللي أصفر عن ثلاث أهداف كانوا قابلين جدا للزيادة طيب خلينا ناخد الماتش مراحل كده ونقسمه ثلاث أجزاء صحيح هل البداية مارسل كولر كان بادئ البداية صح اللي أنت كنت متوقعة مثلا هل الهدف هو اللي غير حساباته وبالتالي أربك حسابات ترجي هو مارسل كولر بدأ زي ما بيبدأ على طول العادي حتى في التشكيل فيما عادة غياب عمر السلائي وعمر السلائي غياب بقاله مش أول مباراة فهو بدأ بالشكل العادي بسرعة أرى الثغرات الموجودة في فريق الترجي اعتمادا كمان على قوة الهجوم بالنسبة للأهلي بوجود بيرسي تاو بوجود محمود عبد المنعم كهربا بوجود اللاعبين كمان بقى اللي في الخط الخلف يفتل في الخط النص بقى مروان عطية مع حمدي فتحي مع وجود القندوسي مع قوة خط الدفاع لأن الفريق بنبدأ من الأول للآخر يعني لو أنا ما عنديش خط الدفاع قوي ومتمسك مش عارف أعمل أي حاجة فالفريق كمبكت شغالين بشكل متوازم مع بعض قدوا لدوات ثغرات واضحة وسريعة بانت في مساحات أو في دفاع الترجي اللي بيعاني من أول الموسم من المساحات دي أي واحد هيتفرج على الترجي سواء في دورة أفريقية أو حتى في الدورة التونسي كمان لأنه كمان خسر مباراتين قدام الصفاقسي اللي بيمرانه كابتن حسام البدري ومعه كابتن حسن مصطفى وبعديها النادي الأفريقي ناتجتين سلبيتين بالنسبة للترجي بيعاني كمان على مستوى الدوري فواضح أنا هبدأ ألعب إزاي نبيل معلول المدير الفني التونسي هو واحد من الأسامي الكبيرة جدا في عالم الكرة التونسية ما فطنش ده أو حتى فطن ده لكن مش قادر يترجم أو يعالج الفغرات دي استغلال أهلي بسرعة جدا قوة من ناحية اليمين من ناحية بيرسيتاو أحرص في الهدف الأول وبعد كده الهدف الثاني برضو من نفس الناحية الناحية اليمين اللي كانت قوية جدا للأهلي اللي قاد بها أكتر من هجمة على مدار المباراة فالبداية الساعدة الأهلي النواية هي إحراز هدف وتسهيل الأمور علي فالأمور كانت أسهل مما تخيل مارسل كولر أول خمس زي كنت متقدم وحد صفرة ده بيدي دفعها قوية وبتدي ثقة بالنسبة للعيبة آه كان فيه بعض التصرع نوعا ما خلصا نشوفنا فرصة كبيرة لمحمود عبد المنعم الكهرباء صحيح انفراد في الديئة 27 انفراد تم بيه برضو من ناحية اليمين دي الثغر اللي يبع عليها مارسل كولر وما فطنشي لها نبيل معلول من نفس الزاوية من نفس الناحية انفراد كامل كان بقى ممكن ينهي المباراة بسكور كبير وتاريخي للأهل يعني الأهل عمتا بنشوفه زي ما أنت قلت كده لعب زي ما بيلعب دايما أو بدأ المباراة زي ما بيلعب دايما لكن مباراة شوفنا يمكن توازن شوية يعني الأهل دايما يما بيدفع يما بيهاجم وده بيبقى طول المباراة يعني مباراة شوفنا توازن ما بين الهجوم والدفاع هل ده كان حقيقي يعني شو قدرت تلمس ده في الملعب؟ أكيد لأن أنا بلعب برضو بره أرضي أنا كفريق بلعب بره أرضي تقدمت بهدف فطبيعي لازم أعمل بعض التوازن يعني الفريق صاحب الأرض أو الفريق اللي قدامي أيام كان الخصمي مين هيبدأ يهاجم وده اللي حصل احنا شوفنا رغم أن المباراة انتهت 3-0 لكن التراجي كان ليه محاولات على مرمى الأهلي أكتر من الأهلي التراجي كان ليه 12 محاولة من و4 بين القائمين والعرضة فطبيعي أنا بعد ما أتأخر أنا معديش حاجة أبكي عليها فهاجم فلازم أكون حريص جدا ومتوازن جدا وده اللي بيعمله مرس القولر مع الأهلي ولا اللي بيعمله فريق الأهلي في الوقت الحالي زي ما حضرتك أشارتي أن في الأدوار الإقصائية ما فيش ولا هدف داخل مرمى الأهلي التوازن ما بين الدفاع والهجوم وده مطلوب جدا جدا خصوصا في المباراة الخارجية أن يتلقى مرمى هدف بعد ما تقدم بره أرضي ده هيبقى شيء صعب أن نرجع تاني بقى وهاجم يعني خلاص دخلنا فيه موض المباراة لكن كل ما الوقت بيتأخر فيه الفريق اللي قدامي ما بيحرسش أهداف كل ما بيديني ثقة وكل ما بيفقده هو أكتر الثقة آه هروح للجول لكن قدام المرمى أنا هعمل إيه الشناوي مباراة محمد الشناوي كان ليه أربع تصديات وهو واحد من اللي حفظه فعلا على الفوز الكبير للأهلي مع محمد عبد المنعم مع ياسر إبراهيم قلبي دفاع الأهلي ياسر إبراهيم بزاك في الشرط الأول قد مباراة ممتازة يعني بالنسبة لي كان هو رجل الشرط الأول بالنسبة للأهلي بالأداء الدفاع القوي فهو كفريق عامل شغل ممتاز جدا جدا وما فيش خط بيلعب وخط ما بيلعبش لا هو الفريق كله على بعد عامل شغل ممتاز وده بان من أول دقيقة في المباراة بعيدا عن بعض التصرع اللي حصل بعد الهدف الأول طيب تقييم الجمهور لأداء اللعيبة مهم جدا طبعا ومبارح أنت أكيد خدت بالك من السوشيال ميديو وبتتكلم كهرباء مش في حالته من المباراة اللي فاتت هو أتسبب في ضربة الجزاء في المباراة اللي فاتت لكنه مش في حالته اللي احنا متعودين عليها أو متعودين على كهرباء إنه هو بأداء معين حسين الشحات ما كانش بالفعلية الكبيرة مبارح أحمد عبدالقادر كممكن يلعب كرة عرضية زي اللي عمل حسين الشحات مبارح لكهرباء في الهدف التاني كان يمكن يعمل نفس الكرة محمد شريف بردو لما نزل كان غير موافق لما نزل كان فيه قدامه فرصة أنه حتى يسدد على المرمر لكنه ما خدش هذه الجرعة أو ما خدش هذه الخطوة هو طبيعي لأي لعب اللي بيقى فيه حالات صعود وهبوطة أبسان داونس يعني أنا في حالتي القوية وفيه أوقات ببقى فيها متراجع نوع عما ولكن مش التراجع اللي خليني أبعد عن وجودي فيه التشكيل يعني إذا كان كهرباء مثلا لم يكن في حالته لكن هو بردو كانش في حالته في مباراة تريمزو لكنه ساهم في تغيير شكل المباراة وفوز الأهلي بالمباراة ممكن في لقطة واحدة هي مباراة مباراة اللقطة الواحدة أو مباراة التفصيل أخد تفصيلة واحدة ممكن بقى كل المباراة أكون بعيد عن الأداء أضيع الكلام دا كله لكن في تفصيلة واحدة أخلص المباراة بنتكلم مثلا أن أحمد عبدالقادر محمد شريف كانوا هم بودلاء وأحمد عبدالقادر حتى ملحقش يعني يلعب يدخل في أجوال مباراة ونزل تقريبا في الوقت بدل الضيق أو في أواخر الشروط التاني فملحقش ياخد الوقت اللي هو يعني يدخل فيه في المباراة مش هدخل من أول ديئة ممكن وعمل حاجة آه كان عندي الفرصة دي لكن أخد وقت عبدالما أدخل في المباراة محمد شريف نزل في الديئة 78 برضو كان عنده 12 ديئة غير الوقت الضيق ما عملش فيهم ده رغم أن المساحات طبعا أوسع النتيجة بقت أكبر كان فيه فرصة كبيرة عشان كده بقول الأهل كان ممكن يعمل نتيجة تاريخية على الترجي في تونس لكن الناحية التانية حسين الشحاب المناسبة برضو كان بيعاني من بعض الإجهاد قبل المباراة وكان فيه كلام عن غيابه أصلا عن مباراة الترجي لكن الناحية التانية بنتكلم عن بيرسي تاو عمل مباراة كبيرة جدا هو أكثر من ساهم تجينا توقف عنده كتير قوي بأهداف في الأهل وده ليه أسباب كتير لأن اللي هيقارن من بيرسي تاو من كم شهر والنهارده لأ فيه فرق كبير جدا بيرسي تاو بدأ يعود كبيرسي تاو لعب الجنوب الأفريقي انسجم خلاص مع نادي الأهلي فيه ناس كتير بتاخد وقت على ما تنسجم مع الفريق هو انسجم كده خلاص مع نادي الأهلي غير إنه انسجم كمان الحالة البدنية والصحية للعب بتفرق جدا هو لا عندي أداء كبير بقدمه لعب تالنت بمهوهوب جدا لكن بعض الإصابات الكلام ده كله عشان كده مدرب الأحمال في الأهلي أندرياس من العوامل المهمة جدا جدا في بقاء النادي الأهلي واقف وقادر على المنافسة في دورة أبطال أفريقيا ولعب ومبارات السوبر وهو في الدوري أعتقد أن مسألة وقت حسم الأهلي لبطولة الدوري ده عامل مهم جدا أنه يخلي لعزة بيرسيتاو كان كثير الإصابات أصبح هو منتج جدا جدا أكثر من ساهم بأهداف مع الأهلي في دورة أبطال أفريقيا فلكل واحد فيه جهاز الفني للأهلي يدوره ودور مدرب الأحمال كان مهم جدا جدا طيب الترجي بقى شفته إزاي برحل في غيابات أثرت على أداء الترجي فبالتالي قدت الفرصة أو تحت الفرصة لدى النادي الأهلي أنه يفوز وما كانش في المستوى المطلوب ولا كان زي الفل وعادي خالص لا كان فيه جهاز طبعا عند النادي الترجي أبرزها معيزة بن شريفية حارس المرمى الأساسي ما كانش موجود حمد الهوني الجناح الآيصر اللاعب الليبي واحد من الأوراق المهمة جدا جدا آه كان فيه محمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة هما الاثنين مع حمد الهوني هما الأكثر مساهمة في الحالة الهجومية للترجي على مدار الموسم في دورة أبطال أفريقيا لكن الترجي على مستوى الأداء من أول الموسم بيعاني جدا جدا الترجي متآهل أصلا دور المجموعات بصعوبة على حساب فريق اسمه بلاتو فريق نيجيري كان خسر اتنين واحد في مباراة الزهب وكسب واحد صفر في آخر عشر دقائق من مباراة بضربة جزاء لمحمد علي بن رمضان بعد كده راح لدور المجموعات وكان معاه شباب الوزداد والزمالك والمريخ وأعتقد أن لولا الأداء المنخفض والأداء الغير جيد لفريق الزمالك أعتقد أن كان من أسهل المرات الممكن الزمالك يتأهل فيها على حساب فريق من تونس وفريق من الجزائر كانت هي النسخة دي لكن الترجي استغلل الحالة الضعيفة لفرق المجموعة بشكل عام وتأهل على أساسها شوفنا برضو الأداء بقى فريق الترجي في الدورة التونسي برضو الجمهور لما بنشوف السوشيال ميديا بالنسبة لتونس لأهم مشراضين أبدا على اللي بيحصل غير بقى اللي حصل بقى في مباراة المبارح اللي صبت مع غياب الجمهور والجمهور صحيح 60% من أداء الفرق الشمال الأفريقي هي مع الجمهور غياب الجمهور فبيغيب أكتر من نص الأداء اللي ممكن يقدمه قدام فريق خصم قوي زي الأهلي ففي عوامل كتير أثرت على الترجي وقدت للنتيجة اللي شوفناها بقى طيب مباراة العودة توقعك لها يكون عاملة إزاي هل كل أرباء هيرايح للعيبة الأساسية بتاعته ممكن يجرب لعيبة جديدة خلاص إحنا ضمننا أن نحن وصل إلى النهاء لأ برضو لأ يعني هو كولر حتى شوفنا التصريح اللي بعد المباراة قال لأ هي 3-0 إحنا كسبنا بره فممكن عادي نخسر على أرضنا فالمجال في التفكير عن إراحة بعض اللاعبين والنزول بالعيبة مثلا بودلاء ما بيلعبوش كتير ده ممكن يحصل خلال المباراة لكن مع بداية المباراة هو يبدأ بالفول تيم الفريق الأساسي الرئيسة اللي بيلعب به طول الوقت ممكن مع مرور المباراة مع الاقتراب من التأهل الرسمي لمباراة النهاية يقدر بقى يبدل في اللعيبة لكن بداية المباراة بتشكيل في بودلاء أو لعيبة ما بتشاركش كتير أو يعتمد على دكة البودلاء في مباراة العودة أعتقد أن ده هيكون صعبة بالنسبة لتفكير مارسل كولور كل التوفي طبع للداد الأهلي في المباراة القادمة إما أمام سانداونز الجنوب الأفريقي أو أمام الوداد المغربي بكل تأكيد هتكون مباراة صعبة شكرا جزيلا شرفتنا وارتنا ناقد أرياضي بسيس محمد عادل شكرا لكم شكرا لكم